بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل حجاجا وعمارا بيت الله الحرام إن مكة شرفها الله عز وجل والبيت العتيق يعيش موسمه المشهود في هذه الأيام حيث يعمر هذا البيت بأهله الذين أمر الله عز وجل خليله إبراهيم بان البيت ورافع قواعده أن يطهره لهم فقال الله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمر بحجه والوفود إلى بيته العتيق فقال عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأمر خليله عليه السلام إبراهيم أن يبلغ ويؤذن في الناس بالحج فقال عز من قائل آمرا خليله إبراهيم بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فهذا هو البيت العتيق وهذا هو الموسم المشهود في هذه الأماكن المباركة المقدسة وحديثنا في هذا اللقاء وفي هذه الليلة وفي هذا اليوم الذي يُعدُّ اليوم الأول من شهر ذي الحجة حديثنا عن حرم الله الآمن حديثنا عن المسجد الحرام وعن البلد الحرام وعن الأرض الحرام حديثنا عن الحرم إذا ما تحدثنا عن المسجد الحرام والبلد الحرام والأرض الحرام والحرم فإننا نتحدث عن أحب البلاد إلى الله عز وجل وخير الأرض كلها كما أقسم على ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ولا سكنت غيرك إذا تحدثنا عن البلد الحرام فإننا نتحدث عن أول بيت وضع في الأرض بنص القرآن قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدًا للعالمين وسأل أبو ذرٍ رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً له يا رسول الله أي مسجدٍ وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قال ثم أي قال المسجد الأقصى قال كم بينهما قال أربعون سنة قال ثم أينما أدركتك الصلاة فصله فإن الفضل فيه حديثنا عن البلد الحرام يعني حديثنا عن القبلة عن الكعبة قبلة المسلمين أحياءً وأمواتًا حديثنا عن البلد الحرام حديثنا عن مهبط الوحي حيث نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن جل القرآن فإن جل القرآن إنما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة شرفها الله حديثنا عن البلد الحرام يعني حديثنا عن مبعث الإسلام ومبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثنا عن مركز الإسلام الدائم حديثنا عن مأرز الإيمان قال عليه الصلاة والسلام إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا وإن الإيمان ليأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحيَّة إلى جُحرها حديثنا عن البلد الحرام يعني حديثنا عن أشرف مكان وأطهره وأعظمه عند ربنا سبحانه وتعالى المكان الذي ذكره الله عز وجل في كتابه فلم يذكر بلدًا ولم يذكر مكانًا ولم يُثني على بلد ولم يُعطي بلد كما أعطى بلده الحرام وبيته العتيق فوصفه بأعظم الصفات واختصه بأعظم الخصائص وميَّزه بأكبر المميِّزات فجعل الله عز وجل هذا البيت الحرام هُدًا للعالمين وما شارك بيتٌ من بُيوت الدنيا كلِّها هذا البيت في هذا الوصف فقال عزَّ من قائل إن أول بيتٍ وضع للناس لالذي ببكَّة مُبارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ وذكره الله عز وجل بأنه مثابةً للناس ولم يذكر الله ولم يُعطي ربُّنا جلَّ جلالُه هذه الخاصِّيَّة لغير بيته الأول حرم الله الآمن فقال عزَّ من قائل وَإِذْ جَعَلْنَّا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَةً وفي القرآن أيضًا جعل الله عز وجل هذه الكعبة هي القِبْلَة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوجَّه إليها فقال عزَّ من قائل فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وفي القرآن ذكر الله عز وجل أن هذا البيت مُبارك فقال عزَّ من قائل إن أول بيتٍ وضع للناس لالذي ببكة مُباركة وأخبر سبحانه أنه جعل هذا البيت آمِنًا فأقسم على ذلك في القرآن العظيم فقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وأخبر الله عز وجل في القرآن أن هذا البيت قيام وما جعل الله عز وجل هذه الخاصية لأي مكان آخر إلا لبيته العتيق فقال عزَّ من قائل جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس وذكر الله عز وجل في القرآن العظيم أن هذا البيت ذكر الله عز وجل في القرآن العظيم أن هذا البيت مُحرَّمًا فقال عز وجل أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ فهذا بيت الهُدى وهذا البيت المثابة للناس وهذا البيت الآمِن وهذا البيت الذي جعله الله عز وجل مُبارَكًا وهذا البيت القيام للناس وهذا البيت المثابة للناس هذا هو بيت الله الحرام فهل نجد في كتاب ربنا وصفًا يُداني هذا الوصف لأي مكانٍ آخر ولأي بيتٍ آخر لا نجد ذلك أبداً لا نجد ذلك أبداً فهذا يُعطي دلالةً واضحة أننا في أعظم البيوت بيت الله جل جلاله بلده الحرام وبيته العتيق فالحديث عن هذا البلد وعن هذا البيت أعذب حديث لأننا نقرأه في كتاب ربنا عز وجل وأوثق تأريخ لأنه تأريخٌ ضاربٌ في الزمن مُدوَّنٌ في أوثق الكتب وأصدقها كتاب ربنا عز وجل وفي سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثنا مع هذه الخصائص ومع واحدٍ منها وهو خصيصة مُحرَّم لا يكادُ يُذكَرُ البيت ولا يكادُ يُذكَرُ هذا البلد إلا وخصيصة التحريم هي الخصيصة التي تميِّزه وتبرزه فهذا هو البيتُ الحرام وهذا هو المسجدُ الحرام وهذا هو البلدُ الحرام فماذا يعني تحريمُ هذا البيت وما هي قِصَّةُ هذا التحريم لهذا البيت العتير الله عز وجل أخبر في القرآن العظيم أنه حرَّم هذا البيت فقال أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُم حَرَمًا آمِنًا وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحريم هذا البيت ضاربٌ في الزمن ففي اليوم الأول الذي خلق الله عز وجل فيه السماوات والأرض كان تحريمُه لهذه البُقعة فلم يمضِ عليها ولا لحظةٌ واحدة في تاريخها الوجود مُجرَّدةً من التحريم فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرَّم مكَّة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرامٌ بحُرمة الله إلى يوم القيامة والله عز وجل أخبرنا في القرآن الكريم أنه خلق السماوات ثم خلق الأرض ثم خلق السماوات وكان أول ما خلق من هذه الأرض هي هذه البُقعة الشريفة قال ابن عباس رضي الله عنهما أول ما خلق الله عز وجل من الأرض مكة ثم دُحيَت الأرض من تحتها فأظهر الله عز وجل مكة للوجود بثلاث صفاتٍ الأولى ظهرت مكة للوجود مُسمَّة فالذي سمَّاها هو الله وظهرت مكة للوجود معلومة الحدود حيث لم يكن غيرها موجود وظهرت مكة بأبرز أحكامها وحدودها وخصائصها وهو خصيصة التحريم إن الله حرَّم مكة يوم خلق السماوات والأرض والله سبحانه وتعالى خلق الأرض والسماوات قبل خلق الإنسان الذي يسكنها فكل ذلك الزمن ومكة مُحرَّمة ولم يمضي عليها ولا لحظةً واحدة مُجرَّدةً من هذا التحريم الرباني لها فهل هناك بلدٌ ومكانٌ يُداني هذا البلد الحرام وهذا البيت الحرام وهذا المسجد الحرام في هذه الخاصية أنها البلد الذي حرَّمه الله يوم خلق السماوات والأرض تحريم هذه البُقعة المُبارَكة من الذي كلَّفَهُ الله أن يُعلِنَ هذا التحريم للناس اختار الله عز وجل خليله خليله إبراهيم النبيُّ الإمام الذي رَبَطَ عَمَلَهُ وَتَارِيخَهُ بهذا البيت العتيق فالله عز وجل ابتلى خليله ابتلاءً عظيمًا تهيئةً لهذه المُهمَّة الجليلة ما تعلَّق بالقِبْلَة ما ارتبط بهذا البيت فقال عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربُّه بكلمات فكأن سائلًا وهو يسمع هذه الكلمات فيقول ماذا كان موقف الخليل إبراهيم من هذا البلاء ومن هذا الابتلاء وقد أخبر الله عز وجل عن هذا البلاء بأنه ماذا بأنه بلاءٌ عظيم فكأن سائلًا يقول ماذا كان موقف الخليل إبراهيم من هذا الابتلاء فيأتي الجواب مباشرةً بفاء التعقيب التي تفيد حصول الأمر مباشرةً بدون تراخي فقال الله عز وجل فأتمهن فينشأ عن هذا الجواب سؤالٌ ثاني وهو بماذا أكرم الله الخليل بعد أن نجح في الابتلاء فيأتي الجواب مباشرةً فيأتي الجواب مباشرةً وأيضًا بفاء التعقيب التي يأتي الجواب مباشرةً فقال عز وجل إني جاعلك للناس إماماً فينشأ سؤال كيف يكون الخليل إبراهيم إمامًا للعالمين إلى يوم القيامة فيأتي الجواب وإذ بوَّأنا لإبراهيم مكان البيت فرفع قواعد البيت فصار إمام العالمين إلى يوم القيامة فهذا هو البيت الإمام هذا هو البيت الإمام هذا أبرك بيوت الدنيا رُوبِط بأبرك بيتٍ من بيوت البشر في الدنيا بيت خليل الله إبراهيم عليه السلام أبو البشر الثالث فإن للبشر ثلاثة آباء الأب الأول آدم والأب الثاني نوح عليه السلام والأب الثالث إبراهيم أب الأنبياء وشيخ الأنبياء وأستاذ الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل الكعبة يوم الفتح فوجد أن قريش قد وضعت صورة الخليل إبراهيم في جوف الكعبة وهو يستقسم بالأزلام فقال قاتلهم الله قاتلهم الله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام فهذا وصف رسول الله لخليل الله إبراهيم أب الأنبياء فما من نبي بعد الخليل إلا وهو من بيته وذريته عليه السلام فهو صاحب أبرك بيت ورفع قواعد أبرك بيت فجعله الله إماما للعالمين فهذا الإمام هو الذي أمره الله وأكرمه الله بأن يُعلِن للبشرية حُرمة هذا البيت وأن يجعل في ذلك الإعلان تعبُّد الناس بهذا التحريم والسؤال ماذا كان أمر التحريم قبل الخليل وإعلانه له الجواب أن تحريم البيت كان قبل الخليل تحريما قدريا حيث أن الله صرف قلوب العباد عن انتهاك حرمة هذا البيت وبعد إعلان الخليل أصبح حرمة هذا البيت أمرا شرعيا تعبَّد الله عز وجل به العباد فإذن هذا إعلان التحريم من الخليل إبراهيم عليه السلام فإذن رفع قواعد البيت وأعلن حرمة البيت ثم أيضا وضع حدود هذا الحرم فهذا البيت هو البيت الحرام وما حوله فناء له بلد حرام وإن لهذا الحرم حدّا والحدّ هو الشيء الفاصل بين أمرين العلامة الفاصلة بين شيئين هذا هو الحد فإن للحرم حدود تُسمَّى أعلام الحرم وتُسمَّى أنصاب الحرم وهي تلك الأبنية المُرتفعة عن ظهر الأرض التي تُبَيِّن حدود الأرض الحرام فإن أول من وضع هذه الحدود هو خليل الله إبراهيم بعث الله عز وجل له جبريل عليه السلام فكان جبريل بأمر ربِّه يُرِي الخليل إبراهيم موضِعا حدّ الحرم والخليل يضع تلك الأنصاب أي العلامات التي تميِّز البلد الحرام والأرض الحرام والحرم عن الحل وفعل ذلك حول الكعبة كلها فإذا بتلك الأعلام تُطيفُ بالكعبة من جميع الجهات وأن ذلك الحرم على مسامتته حرمٌ في كل سماء إلى عرش الرحمن فمكَّة حرمٌ أرضُها وسماءُها إلى عرش الرحمن فالبيت المعمور وهو في السماء السابعة وهو الضُرَاح ولو سقط لسقط على الكعبة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به ثم يخرجون ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة وفي كل يوم يدخله هذا العدد من الملائكة وذلك البيت بمحاذاة الكعبة فالخليل إبراهيم إذن هو أول من وضع تلك الأنصاب وأمر بنيه أمر ابنه إسماعيل أن يحافظ عليها فمما روي أن إسماعيل عليه السلام جدد تلك الأنصاب أي ما سقط منها أو اعتراه شيء من ظروف الزمن فكان يجدده وكذلك جدده جد النبي صلى الله عليه وسلم قصي ثم جددها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي يوم الفتح بعث أسد ابن تميم الخزاعي وأمره أن يجدد أنصاب الحرم وأقر النبي صلى الله عليه وسلم علم قريش بأمر أنصاب الحرم فهو مما بقي عندهم من ملة إبراهيم الحفاظ على حد الحرم وعدم التفريط في تلك المعالم ثم جددها بعد ذلك الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وجددها عثمان وهكذا أصبحت تجدد كلما كانت هناك حاجة لذلك إلى أن كان أيضاً تجديداً لها في هذه الحقبة الزمنية حيث صدر المرسوم السامي بتكوين لجنة علمية شرعية تجمع مجموعة من العلماء والخبراء لتحديد تلك الأنصاب وتجديدها ورفعها في تصوير جوي يحدد أماكنها فوقفت اللجنة على ألف ومئة وأربعة أعلام محيطة بمكة وهذا المحيط بين الأعلام بلغ طوله مئة وواحد وأربعين كيلو متر ومئة وستة وعشرين متر وسبعة عشر سنتيمتر محيط أرض الحرم وبلغت مساحة أرض الحرم خمسمائة وستة وخمسين كيلو متر مربع كل ذلك هو أرض الحرم جعل الله عز وجل الحرمة لها والبركة فيها والغنم العظيم فيها كل ذلك فناء للكعبة أذن الله للناس أن يسكنوا فيه وإلا فهي الأرض الحرام والبلد الحرام وتلك الأعلام متفاوتة في القرب والبعد عن الكعبة فأقرب تلك الأعلام إلى الكعبة العلم الذي بجوار التنعيم عند مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فذلك العلم هو أقرب الأعلام إلى الكعبة وأبعد الأعلام إلى الكعبة الشريفة العلم الواقع على جبل الموشح في يمين الداخل إلى مكة من طريق جد السريع فإن ذلك العلم هو أبعد الأعلام إلى الكعبة الشريفة فالعلم الأول بعده عن الكعبة خمسة كيلو مترات وبضع أمتار أما العلم الثاني فيبعد عن الكعبة واحد وعشرين كيلو متر وبضع أمتار فإذاً هذه الأعلام ليست على قرب واحد أو بعد واحد من الكعبة فإذاً هذه هي الأرض الحرام فمكة كلها حرم وهذا الحرم الله عز وجل قال أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنَ يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ فذكر الحرم بهذين الوصفين ذكره بالأمن والله عز وجل في أول ما أنزل من القرآن في شأن البيت ذكر قضية الأمن فأقسم على ذلك في سورة التين فقال وهذا البلد الأمين وأشار لقضية الأمن في سورة قريش فقال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وهذا أول ما نزل من القرآن الكريم في شأن هذا البيت الإخبار عن منَّة الله عز وجل على قريش بهذه النعمة العظيمة أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف والخليل إبراهيم دعا لمكة وأهلها دعا لمكة وأهلها بالرزق ودعا لهم بالأمن والبلدية أي أن تكون هذه بلداً آمنة وأن يكون رزق أهلها وافرة فالله عز وجل استجاب لخليله دعاءه وامتن على أهل هذا البلد بهذين الوصفين بالأمن وجبه الثمرات والأمن في هذا البلد أمنٌ قدريٌ وأمنٌ شرعي والأمن القدري هو ما تكفَّل الله عز وجل به لهذا البلد وليس للبشر يدٌ فيه وهو متحقِّقٌ لهذا البلد لا محالة وهو آيةٌ من آيات الله وضمانةٌ لا يُطيقها البشر ولا هيئات البشر أن تُحقِّقها لأيَّ مكانٍ أبدا فمن الأمن القدري الذي جعله الله للبلد الحرام وللبيت الحرام أن الله سبحانه وتعالى أمن هذا البيت فهو باقٍ إلى يوم القيامة كم بُني على ظهر الأرض من بيوتٍ ودور وَكَمْ اجْتَهَدَ أَصْحَابُهَا أَنْ تَبْقَى وَمَرَّتْ عَلَيْهَا السُّنُونُ فَانْدَثَرَتْ وَبَقِيَ هَذَا الْبَيْتُ آلَافَ السِّنِينَ أَبْقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةٌ وَسَيَبْقَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ومن أمن هذا البيت القدري أن الله عز وجل أمنه من أعظم فتنةٍ على دين الناس إلى يوم القيامة وهي فتنة المسيح الدجَّال فهو لا يدخل هذا الحرم ولا تطأ قدمه شبراً من أرض الحرم فإن الملائكة محيطةٌ بهذا الحرم تمنعه من الدخول إليه كما تمنعه أيضاً من الدخول إلى حرم المدينة ومن الأمن القدري لهذا البلد الحرام أنه مؤمنٌ من أعظم وباءٍ يفتِكُ بالناس وهو الطاعون فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة حرامٌ لا يدخلها الدجَّال ولا الطاعون قال الإمام النووي وهو في القرن السادس قال وَإِلَى زَمَنِنَا لَمْ يَنْتَشِرِ الطَّاعُونَ فِي مَكَّةِ ثم جاء من بعده ابن كثير في القرن الثامن قال وَلَمْ يَنْتَشِرِ الطَّاعُونَ إِلَى زَمَنِنَا فِي مَكَّةِ وَكَذَلِكَ إِلَى يَوْمِنَا إذن هذا أمنٌ قدري جعله الله عز وجل لمكة وَمِنَ الْأَمْنِ الْقَدَرِيِّ لِمَكَّةِ ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من بعد فتح مكة فلن تُغْزَى هَذِهِ الْبَلَدُ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قال العلماء لا تُغْزَى مِنْ كَافِرٍ كُفْرًا صَرِيحًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وهذا لم يحصل ولن يحصل إلى يوم القيامة وأخبر أيضًا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمنٍ قدريٍ آخر وهو أن مكة ستبقى بلدُ إسلام إلى يوم القيامة وأنه لن يضطرَّ أهلُها أن يُهاجِروا منها لتسلُّط الكُفَّار عليها ولن يتحوَّل أهلُها كلُّهم كُفَّارًا فيحتاج أهلُ الإسلام أن يفتحوها مرةً أخرى فقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ضماناتٌ ربانية لهذا البلد الحرام لهذا البيت الحرام لهذا المسجد الحرام لا يُداني هذه الخصائص وهذه الميز أيَّ مكانٍ آخر على ظهر الأرض كلها فإذاً هذا من الأمن القدري كذلك الجوع فإن الله عز وجل أخبرَ وامتنَّ على قريش بأنه أطعمهم من جوع وأخبرَ بأن الثمارات تُجبَى إلى هذا البلد أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ولا نظن أن هذه الثمَرات التي نراها اليوم أنها توفَّرت لوجود وسائل النقل ووجود هذه البرَّادات التي تحفظ الأغذية بل إن هذا الأمر كان موجودٌ منذ القدم فكان آيةً من الآيات سطَّرَها العُلَمَاء ولكم أن تقرأوا ماذا كتب علماء التفسير عند هذه الآية عبر القرون فهذا الإمام الرازي في القرن الرابع يتكلم عن هذه الآية وأنك تجد في الوقت الواحد الثمَرات الصيفية والربيعية والشتوية والخريفية تجتمع في مكة قال وليس ذلك لبلدٍ سواها فإذن هذه خاصية وهي من الأمن الذي جعله الله لبلده وهناك في هذا الأمر أمرٌ عظيم آخر وهو هذا الماء المبارك زمزم طعام طعم وشفاءٌ من السقم لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر في أول بعثته وقد جاء مستفسراً عن شأن هذا النبي الذي خرج بمكة فعندما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام قال له كم لك هنا قال ثلاثين بين يوم وليلة قال من كان يُطعمك قال ليس أحد إلا زمزم قَالَ شَرِبْتُ مِنْهَا حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي مِنَ الشِّبَعِ الإنسان إذا كان يأكل الدسم ويأكل ما يملأ بطن فإنه يجد لبطنه تكسرًا إذا جلس يقول سمنتُ حتى تكسرَتْ عُكَنُ بَطْنِي فقال عليه الصلاة والسلام إنها مُبارَكة إنها طعام طُعم وأخبر أن هذا الماء سيبقى فقال مُخبِرًا عنها عليه الصلاة والسلام وعن بقائها أنها لا تجفُّ ولا تذم لا تجفُّ زمزم ولا تذمُّ من مؤمن ولا يتظلَّع منها مُنافق أي لا يشربُها شُرب من يملأ بطن بالماء حتى يشعُر أن الماء دخل بين اللحم والظلوع وهذا معنى التظلُّع فلا يتظلَّع من زمزم مُنافق فهذا أمنٌ لمكة وأهلها هذا الماء المُبارَك إذن هذا من الأمن القدر الذي جعله الله سبحانه وتعالى في بلده الحرام وفي بيته الحرام وفي المسجد الحرام وأما الأمن الشرعي فهو ما أمر الله عز وجل به العباد فقال وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا عندما يُؤمِّنُ النَّاسُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَلَا يُؤْذِي النَّاسُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا استشعارًا لحرمة البيت واستشعارًا للأمر الرباني أن يُؤمِّنَ النَّاسُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا فلا ينبغي أبدا أن الإنسان ينوي إيذاء مسلم في بلد الله الحرام فإذاً هذا أمر ومظهر من مظاهر الأمن التي يُريدها الله عز وجل أن تكون في البلد الحرام لذلك ضرب الصحابة أمثلةً رائعة في استشعار هذا المعنى فهذا ابن عمر كان إذا أراد أن يعاتب زوجته زوجته أخرجها خارج الحل خوفًا من أن يكون هو المخطئ فيكون ارتكب ذلك في البلد الحرام في الأرض الحرام فإذن هكذا استشعروا هذا المعنى والله سبحانه وتعالى حذَّر من انتهاك حرمة هذا البلد فقال عز من قائل وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قال من يُرِدْ وَمَا قَالَ مَنْ فَعَلْ يقول ابن مسعود رضي الله عنه فقيه الصحابة يقول من همَّ أن يعصي الله بمكة كُتِبَتْ عَلَيْهِ مَعْصِيَةً وَلَوْ كَانَ بِعَدَنِ أَبِيًّا لو كان يسكن عدن وهي تبعد مئات الكيلومترات عن مكة ثم نوى أنه لو قُدِّرَ له ودخل مكة أن يفعل شيئاً هو معصية ثم ما قدَّر الله له أن يدخلها كُتِبَ له بتلك النية معصية حُرمةً للحرم وهذا أمر ما أعظم أن يتنبَّه له الإنسان فإذا كان هذا الأمر لمن هو بعيد فكيف بمن يطأ الأرض الحرام هل يليقُ به أن يُفكِّر في أن يعصي الله هل يليقُ به أن يفعل المعصية في حرم الله وكما قال القائل يُخاطِبُ من يتجرَّ على معصية الله وانتهاك حُرمة الحرم لأن كان كلُّ عاصٍ عظم على نفسه معصيته يأتي إلى هذا البيت ويدخل هذا الحرم حيث يرجو أنه أرجى مكان يتخفَّف من حمله فإن جاء وحمل الذنب من هنا فأين يجدُ المكان الأرجى ليُكفِّر عن ذنبه فلذلك لابُدَّ أن يعي قاصِدَ هذا البيت ومُجاورَ هذا الحرم وزائرَ هذا البيت أنه لا ينبغي له بعد أن أكرمه الله ومكَّنه أن يدخل حرمه وبيته الأمين ثم بعد ذلك يريدُ أن يتجرَّى على معصية الله فيه لذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه لا يستوي في نظر كل العُقَلاء من يعصي الملك على بساط مُلكه ممن يعصيه خارج البساط فهذه بساط الملك جلَّ جلاله فعلى الإنسان أن يستشعر هذا المعنى وأن يتنبَّه لهذه القضية لذلك هنا نجد أن الكريم جلَّ جلاله إعانةً لهذا الإنسان إعانةً لهذا الإنسان فنجد تلك العطايا وتلك التشريعات التي تعينُك على أن لا تدخل في هذا الباب الضيِّق وفي هذا الطريق الموحش أن تعصي الله في حرمه فنجد أن هذا الإنسان عندما يقصُد البلد الحرام على بعد عشرات الكيلومترات يُؤمر بأن يخلَع ثيابه التي اعتاد عليها وأن يلبس ثيابًا لم يألفها طول حياته ولا يلبسها وليس من عادته أن يلبسها ولم يُؤمر في أي عبادةٍ أن يلبس مثل تلك الملابس إلا عندما يقصِد هذا البلد الحرام فيلبس ملابس الإحرام ثم يُؤمر بذكرٍ أيضًا لم يتعبَّده الله أن يذكُره بتلك الكلمات وذلك الذكر إلا عندما يكون قاصِدًا البلد الحرام فإذا به يرفعُ شعار التلبية وذلك تهيئةٌ عظيمة لتلك النفسية المؤمنة أنها تقصِد مكانًا ينبغي أن تُغيِّر من أحوالها وأعمالها فلا تدخُله بمعتادة من التقصير والمعصية ولا تدخُله بمعتادة من الجُرأة وإنما يدخُله الناس متذلِّلين خاشعين خاضعين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك عندما في الفتح عندما لقي سعدٌ رضي الله عنه أبا سفيان وكان بعد لم يُسلم فقال له وأبو سفيان يريد أن يُذكِّره بحُرمة البيت خوفًا على نفسه وسُكَّان الحرم من قريش فقال له سعد اليوم يومٌ تُستباحُ فيه الكعبة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول سعد فقال كذب اليوم يومٌ تُكسى فيه الكعبة ويومٌ تُعظَّم فيه الكعبة وَنَزَعَ الرَّايَةَ مِنْ سَعْدُ وَعْطَاهَا لِإِبْنِهِ فهذا تعظيمُه صلى الله عليه وسلم لهذا البيت وتعظيمُه لحُرمته حُرمة هذا البيت فلذلك من الأمن القدري ما ذكرنا ومن الأمن الشرعي الذي أراده الله لهذا البلد الحرام ألا يتجرَّأ الإنسان على معصية الله عز وجل فيه والمعصية فيه مُغلَّضة والحسنة فيه عظيمة فلذلك قلت الله جل جلاله وهو الكريم إعانةً لعباده شرع هذه التشريعات وأعطى هذه العطايا فعندما يدخل الإنسان كما قلت على تلك المسافات يلبس لباس الإحرام ويؤمر بأن يرفع صوته بالتلبية العظيمة وأن يكرِّرها ثم أيضًا يُبَيِّن له أن ذلك الحرم حرمٌ مُبارك خير الله فيه عظيم وعطاياه كبيرا والبركة بمعنى الثبات والبركة بمعنى النماء والزيادة وهذا البيت مُبارك فالخير فيه ثابت والعطاء فيه متنامي فمن البركة في هذا البيت أن الأعمال الصالحة فيه مُضاعفة مُضاعفة الحسنات ولذلك اتفق الفُقهاء أن العمل الصالح بمكة مُضاعف الأجور فتُعطى على أعمالك الصالحة في هذا الحرم كلِّه أين من تقل؟ ما دُمت في أرض الحرم ومكة كلُّها حرم فما من حسنةٍ تعملها إلا وهي مُضاعفة الأجر لأنها في البلد الحرام وأعظم العبادات هذه الصلاة هذه الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فرضٌ واحد حسبه بعض العلماء فقال فرضٌ بالمسجد الحرام يعدل الصلاة خارج المسجد الحرام بمقدار كم يعدل هذا الفرض الواحد قال يعدل صلاة خمسٍ وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة فرضٌ واحد فكيف بمن صلى يوم خمسة فروق وكيف بمن صلى أسبوع أو أكثر من ذلك وهذا الأجر للصلاة على قول جماهير العلماء أنه حاصلٌ للمصل حيثما صلى في أي مسجدٍ داخل أرض الحرام وهذا قول الأحناف وقول مالك وقول الشافعي وقول فيما ذهب أحمد رحمة الله عليه واختيار عددٍ من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وفتوى عددٍ من العلماء فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء فتواهم بأن الأجر بالنسبة للصلاة مئة ألفٍ فإنه في جميع مساجد الحرم ويزداد هذا المسجد بكثرة الجماعة ورؤية هذا البيت فإذاً هذا أمرٌ مضاف أما المئة ألف على قول جمهور العلماء فهي حاصلةٌ لمن صلى في جميع مساجد الحرم فإذاً هذا من الخير ومن الدافع إلى ماذا؟ إلى هذا الأمن الشرعي فمن فتح له هذا الباب من الخير هل ينشغل بغيره من المعاصي؟ من أعطي هذا العطاء العظيم بل إن من العلماء من يرى أن جميع الأعمال الصالحة مضاعفة بمئة ألف حسنة فمن سبح التسبيح الواحدة كان كمن سبح مئة ألف تسبيح في غيرها ومن تصدق بريالٍ كمن تصدق في غيرها بمئة ألف ريال ومن هنا كان من عادة السلف أنهم إذا دخلوا مكة شرفها الله لا يخرجون منها إلا بعد أن ختموا ختمةً رغبةً فيه أن يحوزوا هذا الأجر المضاعف في هذا البلد المبارك فإذاً هذا البيت مبارك وهذا البلد مبارك وأن هذه البركة تعم أرض الحرم كلها فمكة كلها حرم فإذاً أيضاً أقول هذا الحرم المبارك بعد أن أذن الخليل إبراهيم عليه السلام بالحج فكان من الوفاء القدوم إلى هذا البيت فالبيت مثابة والمثابة هو الرجوع إلى المكان بعد الصدور عنه والمثابة للبيت حسًا ومعنى حسًا هذا الوفود بالأجساد ومعنى تلك المثابة بالقلوب حيث ما كان الإنسان فالقلب متعلق بقبلته والشوق دائم في صدره والحنين يدفعه رغبةً في القدوم إلى هذا البيت كل هذا من المثابة والبيت مثابة والمثابة وانتبهوا يا إخوة المثابة في اللغة هو المكان الذي عند البئر يوضع على فوهة البئر مكانًا وحوله سورٌ مرتفعٌ قليل فمن أراد أن يستقي من الماء يصعد عليه ويستقي فعندما يستقي بهذه الطريقة هو يستقي من أعذب ماء البئر ومن أوفره حيث أنه سوف يستقي من وسط البئر لا من أطرافه فينال أعذب الماء ويتحصل على أوفر الماء وهذا البيت مثابة فمن جاءه قصد أرجى مكان لقبول العمل الصالح والمثابة أيضًا في اللغة بمعنى استناد المائل إلى الشيء القائم ليعتدل فالإنسان يذنب ويخطئ فيأتي إلى البيت المثابة ليعتدل وليعود مستقيماً ولذلك مما تعارف عليه أهل الإسلام في تاريخهم أن من حج البيت ثم رجع يعلم أنه بعد حجه لا بد من أن تكون له حياة أخرى وهذه المثابة وتعلُّق القلب نحو هذا البيت ونحو هذه المشاعر لعلَّ أيضًا له سرٌ عظيم ومن أسراره ذلك العهد والميثاق الذي أُخِذ علينا كلُّنا وأُخِذ من بني آدم كلهم وكان هذا في هذه المشاعر المُقدَّسة ذكره الله في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته قال الله عز وجل وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةَ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس وهو حديثٌ حسن رواه الإمام أحمد وغيره قال عليه الصلاة والسلام إن الله استخرج من ظهر آدم ذُرِّيَّةَ وَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِبَلًا وَكَانَ ذَلِكَ بِنَعْمَانَ أي عَرَفَ واستشهدهم على أنفسهم ألستُ بربِّكم؟ قالوا بلى شهِدْنَا أن تقولوا يوم القيامة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ صح عن أبي رضي الله عنه أنه قال في ذلك العهد والميثاق أن الله قال سأشهد عليكم السماوات السبع قلنا كلنا أقررنا يا رب بأنك أنت ربنا قال سأشهد عليكم الأراضين السبع قلنا أقررنا قال يا آدم قم واشهد على ذريتك قلنا أقررنا فقال عز وجل سأنزل كتبي وأرسل إليكم رسلي يذكرونكم هذا العهد والميثاق فلذلك هذا القدوم إلى هذا البيت هو من الوفاء لذلك العهد والميثاق وأمام العهد والميثاق جاء الأمر بكلمة واحدة وبعهد الله أوفو فكان الطريق إلى مكة طريق الأوفياء عندما يأتون لهذا البيت العتيق ويقفون بهذه المشاعر مستحضرين ذلك الموقف العظيم معلنين الثبات على الوفاء والعهد والميثاق تقدم هذا الوفد المبارك الأوفياء الأنبياء فحج خليل الله إبراهيم جاءه جبريل وأخذه هو وابنه إسماعيل يريه المناسك والخليل يؤديها ثم حج من بعده الأنبياء قال ابن إسحاق عالم وإمام السيرة قال ما من نبي إلا حج البيت وجاءت الأحاديث مخبرة عن عدد من الأنبياء بأسمائهم والأماكن التي مروا بها قاصدين هذا البيت جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بوادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا قال وادي عسفان قال كأني بهود وصالح على بكرات حجون البيت العتير ومر على وادي الأزرق قال أي واد هذا قالوا وادي الأزرق قال كأني بموسى بن عمران وهو يأم البيت الحرام حاج ثم أتى على ثنية هرشا وقال أي ثنية هذه قالوا ثنية هرشا قال كأني بيونس بن متى عليه السلام على دابة جعدة خطام ناقته خلبة وله جؤار بالتلبية وهو صلى الله عليه وسلم حج وفي مسجد الخيف قال صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا بل حتى عيسى عليه السلام الذي رفع فإنه لن تقبض روحه حتى يسير على خط الأوفياء ويقصد هذا البيت وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعن المكان الذي يسير فيه فقال ليهلن بن مريم بفج روحا حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما أي يأتي بالحج والعمر إذن هذا طريق الأوفياء أنتم هنا يتذكر الإنسان أي نعمة أكرمه الله أن يأتي به إلى هذا البيت حيث جاء الأنبياء حيث طافوا حيث صلوا حيث لبوا حيث حجوا ما أعظمها من نعمة إذن هذا هو البلد الحرام وهذا هو البيت الحرام هذا هو البلد المبارك فإذا ما أدرك الإنسان هذه الأمور وهذه الخصائص أدرك النعمة التي أكرمه الله عز وجل بها ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لتعظيم بيته وحرمه الله أكبر الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحرمه الله وحرمه الله وحرمه الله شكرا